طيب سؤال تفتكروا حضراتكم لو الدولة او الامن راح ابض عليه وهو بيشتغل والامن كده خد بعضه وجري ابض عليه تفتكروا رد الناس كان هيقول ايه انا بس سأل سؤال عارفين كان هيتقال ايه بيحربوا الناس الشطرة بيحربوا الناس اللي بتشتغل بيحربوا الناس اللي بتدخل فلوس الناس وبحاولة تغني الناس وتساعد الناس كان ممكن يتقال كده ولا لا لو تحرقوا مبكرا زي ان بعض الناس كان بتقول طب والله لو كانوا راحوا ابض عليه لكانوا شالوا شيلة من الناس قولك راحوا عشان ياخدوا فلوسه راحوا يقسموا معاه مهمة شغالين معاه مهمة مهمة كان يطلع الكلام كده صح كان يحصل كده راحت بلاغات طب ما هم راحوا الداخلية ورب ينرحم أربعة استشهدوا من رجال الداخلية منهم اتنين لوقات يوم الخميس عربية وقعت واتنين مجندين وهم راحين يقبضوا عليه بعد ما البلاغات بقوا والأهالي بدأت ما خلاصوا ودلوقتي بدأ ايه عمل فيديو ليلة 27 رمضان ليلة القدر قال لك أنا بكلمكو هو ليلة القدر والبشاير جاية والخير جاي واستنوا الخير جاي ده أنا اللي مشغلني ايه هوريكو قال ايه للناس الضحك ما زال على عقول الناس والناس بتدفع التمن وأهلنا البسطاء يا جماعة لو سمحتوا ما فيش حاجة اسمها واحد بيدي اكتر من بنك الا لو كاننا الصاب ما عندوش شغلانة ما بيشتغلش ما بيشغلش فلوسه حتى لو شغل فلوسه مش هيقدر يعمل هذه النسبة المرتفعة مره اشرف الساعة ده حكالي اوالله قال لي الناس كان بتتحيل علي عشان اخد منهم فلوس كان بتروح له فلوس في شولة والله بتروح له في شولة لا اشرف الساعة وايه كبار القوم وعيلة القوم انا ما كلمكو عالتمنات ده كان وصايت عشان ياخدوا فلوس من الناس ويشغلوها وكان بيدي كام تقريباً عشرين وعشرين وعشرين في المية ايام الدكتور عظف صدقي قديس وزراء كانت الحكومة المصرية كان عندها ازمة في دولارات عايزين يجيبوا يأمح يا دورة اللهم عايزين يجيبوا شحنة حبوب كانوا عايزين ايه حضرتك عايزين فلوس الحكومة ما كانش عندها خمسمائة مليون دولار بتكلمك على على وقع حقيقياً مش بقولك حاجة حصلت ما كانش عندهم خمسمائة مليون دولار مين اللي كان عنده الساعة دورية ادونا عايزين يجيبوا وادوهم وجابوا كان كل فلوس الناس رايحة شغالوا وكان عندهم طبعاً مصانع ما تقدرش تخرنوا بالمصريح بس بديك قصة بعيدة الناس اللي مش فاكرة شركات توظيف الأموال في ذلك الوقت وعندهم شركات عربيات وشركات منتجات غزائية ومراوح ومش عارف يعملوا ايه